السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل في مخططات ترشيد طاقة مطلوبة حسب الكود السكن ان انا اقدمها ايوة في مخططات ترشيد الطاقة وانا لازم اقدم 3 بلانات او 3 مخططات رقم واحد لازم اعمل لوحة بتوضح معايير التصميم والنطاق الحراري للموقع لازم اعمل لوحة للنطاق الحراري للموقع وبعدين رقم 2 هعمل لوحة بتوضح الغلاف الحراري للمبنى واعمل فيه كمان قطاعات تفصيلية للجدران بوضح فيها توصيف نظام العزل الحراري المستخدم في الجدران ولازم اعمل تفاصيل تمام للعزل الحراري للنوافذ والقباب والابواب الخارجية لازم اقدم تفاصيل لطبقات العزل الحراري للأسطح يبقى انت بتقدم العزل الحراري للجدران بتقدم العزل الحراري للأسطح بتقدم العزل الحراري للنوافذ والقباب والابواب الخارجية لازم تعمل لوحة تحتوي على نتائج تمام جداول فيها نتائج النهائية لحسبات ترشيد الطاقة ولازم تقدم مواصفات المواد المستخدمة في التصميم يبقى لازم اقدم لوحة فيها جداول بالنتائج النهائية لحسبات ترشيد الطاقة وكمان اقدم مواصفات المواد المستخدمة في التصميم دي كانت اشتراطات مخططات ترشيد الطاقة حسب الكود السعودي للمباني السكنية شكرا